اشتركوا في القناة نعم هذا النظام مشاهديننا والإعلان يأتي بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكان الدولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فعالية في منظمة دول مجلس التعاون وأيضا بالإضافة لذلك مش بس دول مجلس التعاون وأيضا عالميا مشاهدين كرام راح نتعرف أكثر حول هذه الاتفاقية واشلون لها نتنعكس على دولة قطر راح يسعدنا أن يكون معنا في السيديو المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات في البداية مساك الله بالخير وسعداء بتواجدك معنا الله رحمة الله بمزاكم الله خير على الاستضافة الحلوة واجبنا الله يسلم الله يسلم بوعيس نظام التير بس فهمني يا علشان أنا إذا بقرأ الخبر في الجريدة ما راح أعرف التفاصيل هذه لكن الحق هو نظام أول شي بسم الله الرحمن الرحيم هو نظام أول شي نعرف متى أنشأ في 1975 وهو من قبل طبعا منظمة الأمم المتحدة لنظام التير واللي وضعتها للجنة الاقتصادية الأوروبية وعطت مسؤولية متابعتها لنظام مثلما تفضلت الدولي للطرق فكان من مهامها بشكل مبصف اللي هو تسهيل الإجراءات الجمركية من البلد اللي بتطلع منها للبلد اللي تتبغى توصل لها عن طريق شغلات معتمدة دوليا وآمنة وعن طريق مخصرات للشحن تطلع بطريقة معتمدة من الجهات المعتمدة جمركيا في الدول وبمعيتهم من بلد المنشأة للبلد المراد الوصول إليها طبعا يمكن مثل هذه العملية طبعا أكيد لها أهداف من تنفيذها فشن هي الرؤية المستقبلية لهذا طبعا الهداف فيها كثيرة يعني احنا اليوم راح نذلل كثير من الصعوبات والعقوبات اللي راح تتصير في تسهيل حركة نقل البضاع من الجمركية من البلد لبلد الأخرى يعني الحائل المقصورة نفسها لما تطلع من بلد اللين الثانية راح تمر على جهات كثيرة من غير ما تتفتش إلا في الدولة اللي المقصودة نفسها وأيضا راح تسهل عملية التفتيش في الدول الموجودة وتسهيل حركة التجارة بين التجار نفسهم يعني أنت اليوم عندك الصادرات والعندك الواردات اللي موجودة عندك راح تزيد وراح تزيد من النشاط التجاري الموجود في البلدة يعني ممكن سرعة النقل تزيد ولا الأمان اللي تقصد بما أنه ما تتفتش إلا في المحطة النهائية الأثنين يعني أنت اليوم عندك الإجراءات اللي كانت قبل كانت تتفتش في كل دولة موجودة طبعا الاتفاقية هذه ما تصير إلا للدول المشتركة في الاتفاقية هذه السرعة الموجودة أنه مثل ما تفضلت أن التفتيش راح يكون من دولة اللي بتطلع منها لدولة المراد الوصول لها ليس بأي حد بيفتش البضاء عن وجوده لا لأنها أصلا كلهم موجودين معاهم في نفس الاتفاقية فيعني الهدف منها مثل هذه الشغلة هذه إنما ما توقف مثلا في كل فترة أنت قبل كانت عندك مثلا كانت تاخذ عدة أيام في الدخول والخروج من الدولة هذه لكن خلاص صحين راح تمر بسلاسة في هالدول المشتركة بوعيسج فضلت ذكرت أن مثل انضمام قطر لمثل هذه الاتفاقية راح يسهل عملية الاستيراد وأيضا التصدير لكن في نفس الوقت اللي هو ذكرت هناك العديد من الإجراءات اللي راح تتم فممكن قد المشاهد يستفسر متى يقول شلون هناك العديد من الإجراءات اللي راح تتم لكن في نفس الوقت عملية النقل راح تتسرع طبعا في البداية يعني نحن لازم نعرف أنه كانت فيه توقيع التفاقية بين الاثنين اللي هو بين وزارة المواصلات وبين الاتحاد الدولي لنقل الطرغ اللي هو الار ايو كان على أضوها أن العملية تكون فعالية أكثر يعني مثلا كانت فيها دورات وتطوير للجهات المشاركة الرئيسية معنا كان فيه نظام أمني مبتكر من قبل هي العمل للجه مارك على أساس أنه يرسل معلومات للشاحن هذه اللي بتطلع من البلدة اللي هي البلدة الثانية للدول اللي راح تمر عليها بحمولتها بساعتها الاستيعابية بطولها وأيضا فيه غرفة تجارة صناعة قطر بتوقيع سكر تباط اللي هو أعطاء بطاقات مرور معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للطرق وأيضا للاتحاد الدولي للطرق مشارك معنا فيه من البداية فيه نجاز هذه العملية لبداية التوقيع الاتفاقية لحد ما تنتهي فأنت عندك اليوم الكثير من الشغلات لازم تتوفر على أساس أننا نقدر نكون يعني مثلا جهازية المنظومة بشكل كامل مهندس حمد هل ممكن يعني مثل الانضمام لهذه الاتفاقية وتفعيلها بشكل أكبر يكونه عامل محفز ويزيد من معدل التجارة في الدولة ممكن البضايع اللي تتجي عن طريق البحر هي تكون وسيلة مكملة فالنقل البر يكون أسرع يكون آمن فأنت ممكن تكون مركز مهم كذلك في المنطقة صحيح اليوم الاتفاقية هذه مثل ما قلت في البداية هي اتفاقية دولية مش بس لدول مجلس التعاون اليوم احنا عندنا تقريبا 77 دولة مشتركة في هذه الاتفاقية أصبحت دولة قطر هي العضو برغم 73 في المنظومة هذه فمنظومة مثل هذه راح تشجع التنقل التجاري سواء كان متعدد وساط سواء كان مثلا من البحر أو من البر في المشاركة فيها يعني اليوم أي تاجر ومثلا أي شركة راح تبغي أنه توصل لبلد المنشأة في أسرع وقت ممكن وهل الفاعلية هاي راح تساعدها في بس استفسار بسيط يعني هل أنتوا طالبوكم بمعايير معينة تلبونها على أساس أن أنتوا تكونون متوافقين لتوقيع هذه الاتفاقية طبعا كانت في معايير كثيرة تعتمد على الاقتصاد الدولة وحجم الواردات التي تصير في الدولة والحضور العديد من الدورات والتأهيل للمشاركين الرئيسي والمعنيين في الموضوع هذا يعني الموضوع صار تغريبا يعني إحنا نقدر نقول صدر المرسوم الأميري كان في 2012 في 2018 تسجلت دولة قطر في منظومة الأمم المتحدة في 26 يناير 2018 من ذاك اليوم لليوم وكلها كانت مثل ما تقول وراش عمل وتجهيز لكل الطلبات اللي كانوا تعتمد عليه توقيع الاتفاقية الله يقويكم وبإذن الله تكون إضافة كبيرة إن شاء الله يا رب أكيد عندك اليوم يعني رسالة ممكن تكون لئة القطاعات التجارية في الدولة وممكن لئة التاجر القطري وممكن كذلك للمجتمع بعد اليوم تطويركم ومساهماتكم في الاتفاقيات الدولية كوزارة طبعا نحنا اليوم مثلا إذا بنوجه كلمة نحن أول شي نشكر الشركان الرئيسي والمعنيين في توقيع هذه الاتفاقية سواء من غر التجارة صناعة قطر الهيئة العامة للجمارك وأيضا شركة فاحص والاتحاد الدولي للنقل الطرقي طبعا نحن اليوم نحن الكل يعني طبعا مش بس كوزارة المواصلات أو أي جهة الكل يشتهد على أساس نحن نرفع اسم قطر في كل المجالات الاتفاقية هذه أكيد هي يعني عدد الدول 77 فأنت اليوم تم تشترك معاها فأكيد أنت متطور في نظامك الجمركي في نظامك الأمني في نظامك السلامة نفسها فاليوم نحن كلنا نحتفل بالتوقيع الاتفاقية هذه وإن شاء الله جاري في الفترة الجاية أن نطبقها على أرض الواقع وأن نشوف قدرنا أن نحن نسرع من عملية التجارة الموجودة وسرعتها إن شاء الله أكيد طبعا مثل ما تفضلت ذكرت يعني هي جهود متكاملة من جميع المؤسسات والهيئات فنوجه لهم أيضا تحية شكر على اللي هو دائما نحرصهم على أبراز اسم دولتنا حبيب القطار في أبراز المحافلة أيضا عالميا فكل الشكر للمهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعدة لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات يعطيك صحة العظم الله يحفينك وسلمك نشكرا على الاستضافة هذه واجبنا الله يسلمك اشتركوا في القناة